الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهته تحلّب الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقطي بالتحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ عدة سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير وفي بشرة خير بس هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة استقبلنا الاتصال الشهير ونجري وراؤه ومنار اللي كانت بتقول قالوا لي أني عندي تكييس مبايد وعايز أعرف خطورة المرض اللي عندي وخصصنا الحلقتين السابقتين للتحدث على الآثار المستقبلية للإصابة بمرض تكييس المبايد وأثبتنا أنه ليست مشكلة أن الست دي عندها مشاكل في الضورة ومشاكل في الطبويد ومشاكل في حدوث الحمل ومشاكل في استمرارية الحمل ومشاكل إذا حدث الحمل في أمراض تصاحبه لكن هناك آثار سلبية مستقبلية في الميتابوليك ديزيز والميتابوليك سندروم الخلل في التمثيل الغذائي الذي يؤدي إلى الإصابة بالسكر فالتكييس المبايد هو الخطوة الأولى في طريق الإصابة بالسكر وهو للأسف الشديد من العوامل التي لا يمكن تحسنها ولا تغييرها ولا تغيير مصارها ناحية الإصابة بمرض السكر وإن في جزء من المريضات حيجي لهم أمراض قلبية ومشاكل قلبية ومشاكل في تصلب الشريين وارتفاع في الدهون السلاسية وفي الكوليستيرول والإصابة بالتالي بأمراض قلبية والإصابة بنوبات لاختناق أثناء النوم والأثار العصبية والنفسية وتغير الحالة المزاجية وقلنا كمان الأثار السلبية على الإصابة بالأمراض وأورام غير حميدة في الجهاز التنسولي للإناس وخاصة في السرطان جسم الرحم وقلنا الكلام ده كله مثبتا ومؤكدا كانت جزء تاني من سؤال منار أنا عايز أعرف المرض اللي عندي بعد ما قلت عايز أعرف خطورته عايز أعرف المرض اللي عندي ودركته وتأثيرته فيسعدني أن أقدم لكل المتكيسات في الوطن العربي حيث منطقتنا العربية من أكثر مناطق العالم إصابة بتكيس الموبايد ومن أكثر مناطق العالم في زيادة عدد حالات تكيس الموبايد ومن المناطق الساخنة جدا تعليق الجمعية الأمريكية لأمراض الخصوبة اللي بتقول أنه يبدو أن تكيس الموبايد انتشر انتشار وبائي في منطقة شرق المتوسط فمنطقتنا العربية من أعلى مناطق الإصابة بالعالم فاليوم سنعرض ما هي الأعراض الأكثر حدوثا في مريضات تكيس الموبايد إيه الأعراض اللي بيحسوا بيها إيه الأعراض اللي بيشتكوا بيها إيه الشكاوى بتاع مريضة تكيس الموبايد كيف تعرف مريضة أنها متكيسة دون الجدال ودون المقاومة ودون رفض صحيح العلم كما تعمل السيدات المصريات دائما عند إبلاغهن بالحقيقة كل ست بتخش العيادة أنا عايز أعرف أنا عندي إيه أول نقول له أنا عندي إيه لأ أنا ما عنديش ومحدش آلغ ده قبل كده تعالوا نشوف الحقيقة في الإصابة بتكيس الموبايد وما هي الأعراض الخمسة الأكثر حدوثا في مريضات تكيس في مريضات في أعراض كتيرة جدا لكن نحن حاول نجمل خمس أعراض رئيسية بالمناسبة من تقدم هذا الفيديو اللي أنا هترجمه لحضراتكم هي مريضة أصيبت بتكيس الموبايد خدعها الأطباء كالعادة ولم يقولوا لها الحقيقة فقامت بالبحث والتمحيص والدراسة فأصبحت خبيرة في تكيس الموبايد وفي مشاكل تأخر الحمل وفي العادات الغذائية وكيفية تغييرها لتغيير هذا المرض وبقى لها موقع على الإنترنت بتقول وبتعمل فيديوهات وبتقول فيه كلام أنا أقسم أنه صحيح وعلمي وأحسن من اللي بيقوله كثير من الأطباء رغم أنها ليست طبيبة لكن لما شالت الإبرة الإربة المخرومة اللي بتخر على دماغها كان لازم تشيل هي مسؤوليتها لأن محدش بيقولها الحقيقة منار فبالتالي بحست ووصلت إلى هذا ومعكم الآن يبدأ الأعراض الخمسة الرئيسية لمريضات تكيس الموبايد ونشوف لأن عالي الصوت كما وقيضات تكيس الموبايد ويجب أن يبلغي الموايد وفي ذلك أبحث فيها والادمون كانت تكيسيفون ومن بفعل الأحفور والسنوص أوعي أوعي وانتم تحبون ويضر وأنه يحبون وعهم لا تحبون وام Ly Анثنت وشاهدون ويضر وهم ووالا مربا لأ جماعة نقف مش احنا متفقين على القطعة احنا متفقين العرض الرئيسي المشهور الاكثر شهرة عند السيدات عند تكايس المبايد هو اختلال الدورة لدرجة لما نقول لوحدة انتي عندك تكايس المبايد ازاي دانا الدورة منتظمة اختلال الدورة هو العرض الاكثر شهرة لكن ليس بالضرورة ان كل المتكيسات عندهن اختلال في الدورة الدورة بتاع الناس اللي عندهم تكايس المبايد بيحصل فيها خلل هذا الخلل قد يكون تأخر يوم او اتنين اللي تروح لوحدة تخدعها وتقول لها لا دا عادي اصل الدورة ما تيجي على تلاتين اتنين وثلاثين يوم دا عادي تمام لكن ما بتقولش الحقيقة اللي مكتوبة في كتب الطب انها لو بتيجي على تلاتين وثلاثين يوم دا عادي بس لما يكون دا تغير حديث في طبيعة دورتها فدا مش عادي لكن في ناس بتعتقد ان تكايس المبايد العرض الرئيسي له هو تأخر الدورة وهو حقيقة لكن ليس بالضرورة ان كل المتكايسات عندهن تأخر في الدورة العرض نمرة واحد والاكثر شهرة والاكثر ظهورا هو تغير كمية الدورة وعدد ايامها غالبا ناحية القلة لكن احيانا بيحصل اختلال في الدورة وتأخر في الدورة لكن زي ما هي قالت لكم بالنص اختلال الدورة دا قد يكون ايام قليلة تأخرها اللي واحدة تقوله وايه يعني دي بتيجي كل شهر بتأخر 3-4 يام بس بتيجي ايوة تكايس او بتتأخر لـ 35-40 يوم ايوة تكايس او بتأخر بالشهرين 3 ايوة تكايس لكن بعض مريضات تكايس المبايد عندهن دورة منتظمة تماما بالساعة باليوم وهما مريضات تكايس واحيانا مريضات تكايس من درجة شديدة ولكن هذه الدورة المنتظمة هي قالت ايه they have regular cycle or even semi-regular cycles يعني يتهيأ لهم ان الدورة منتظمة او دورة منتظمة جدا لكن انهم ما بيحصل لهمش طبويد رغما عن هذه الدورة المنتظمة طبعا لما نقول لوحدة ان حضرتك ما عندكيش طبويد تقوم تجيلنا الكلمة الشهيرة امال الدورة دي بتيجي منينا يا دكتور ده انا تعلمت في العلوم في اعدادي ان انا الدورة دي هي عبارة عن البوايضة التي لم تخصد الدورة هي هبوط هرمونات المبيض وليست بالضرورة ان كل واحدة عندها دورة عندها طبويد السيدات اللي عندهن دورة منتظمة غالبا عندهم طبويد وليس يقينا فبعض حالات تكييس المبايد وبعض الحالات الشديدة والدرجات المتقدمة قد يكون عندهن دورة منتظمة تماما ولكن في كل سيدة عندها اختلال في الدورة هي عندها خلل في الهرمونات يقينا نقول الجملة دي تاني الدورة مرآة الهرمونات اللي عندها دورة منتظمة غالبا عندها هرمونات كويسة وتبويد جيد غالبا وليس يقينا لكن كل دورة مختلة معناها ان في خلل فيه التبويد وفي الهرمونات يقينا العرض الاكثر شهرا لتكييس المبايد هو اختلال الدورة لكن في بعض الاحيان قد تكون الدورة منتظمة تماما وإلى اللاحق من المفاجآت في أعراض تكيّس المبايد نستكملها مع حضراتكم ونستكمل الفيديو بعد فاصل قصير فاصل ونواصل الأعراض الأكثر شهرة لمريضات تكيّس المبايد أهلا بكم عودنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل الحديث عن الملعون الأعظم السبب الأكثر شهرة في تأخر الحمل وهو مرض تكيّس المبايد المرض المزمن الذي لا يشفى ولكن يمكن السيطرة عليه يمكن وضعه تحت السيطرة لو معنا اتصالات هنستقبل اتصالات ونستكمل الفيديو تفضل تفضل أهلا بحضرتك بقول له حضرتك أنا متجاوزة بقالي سنتين واربع شهور عندي سنة واربعين سنة كويس طبعا كالعادة حضرتك ما قلتيش الجملة اللي مفروض نسمعها ما حصلش حملة لحد الوقت يا دكتور ودي شكويت لا ما حصلش الحملة كل مريضات تأخر الحمل في مصر يتجنبنا نطق هذه الجملة لكننا مفترض طيب المهم وبعدين أول دكتور قال لي طبوط كويس ومفيش مشكلة بعد كده بعد كده هرحت لدكتور تاني قال لي طبوط ضعيف ومحتاج زقة محتاج ايه؟ محتاج زقة هو قال لي كده باللوحة زقة يعني محتاج زقة محتاج زقة محتاج زقة وزقة او وزقة زقة خدت كل ميز خدت كم زقة بقى لا هو الدكتور يصلي ما بعدش هو بيكافر شهرين بيقعد 15 يوم أو شهرين بالكتير بس فبعد كده خلال يعني بيتها رح للدكتور يقول لي طبوط كويس يدوني تنشيط وخلال السؤال ايه بقى بس ف ايه؟ السؤال ما هو السؤال؟ هو بوزد كل دكتور تطلب منه التحليل يقول لي طبوط الدكتور قال يعني انه تبويض محتاج زقة يبقى في مشكلة تمام وإيه اللي يمنع وإيه اللي يمنع ان حضرتك يبقى عندك مشكلة وان الزوج يبقى عنده مشكلة هل هو؟ ايه المفروض الخطوات المفروض بعملها عشانه بقى ماشي صح ما تروحيش لاي حد وما تعمليش اي حاجة وما تخديش اي علاجة لما زوج يعمل التحليل خلاص انا المفروض اعمل ايه؟ ما تروحيش لاي حد وما تعمليش اي حاجة لحد ما زوجك يعمل التحليل خلاص لان حضرتك مش هتحملي لوحدك ولان مشاكل الازواج مسؤولة على الاقل عن 40% من اسباب تأخر الحمل ولانه ليس من العدل ولا من الحق ولا من المقبول ان واحدة تروح وتقلع عدمها وتقعد تنتظر في عيادة وتعمل صنار وتاخد علاج وتاخد تنشيط عشان هو مش عايز يعمل تحليل ثم لما تحليله ان شاء الله يطلع كويس يبقى حضرتك تروحي لدكتور تأخر الحمل يقول كلام علمي لانا الكلام الذي يقيله لحضرتك يفتقد الى دليل ما قلتش انه غلط بس قلت بلا دليل يعني ايه؟ ما فيش دليل ها؟ التبويض بيتقاس بتحاليل واللي يقول لحضرتك ما انا شايفه قدامي على الصنار مش عايزة ارد اقول المفروض التعليق يبقى تمام؟ طيب هل معنا اتصال تاني؟ طيب تفضلي امل شكرا عليك يا بكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلام اصفر عن حاجة بس يا بكتور تفضلي انا متدوضة بقالي سبع شهور سبع عشرين يوم لا سبع شهور سبع شهور ايه؟ اه البريوس في الاول كانت منتظمة ايه؟ ما كانتش بتتأخر يعني تجي في معنا عمرها متأخرت لحد ما اتجوزتي وبعد الجواز هو الجواز اللي جابت اخرها اه يا كانت منتظمة قبل الجواز وبعد الجواز بكم شهر كده وبعدين؟ بس فجأت في يوم هي اتأخرت اربع ايام بس فروحت افتكرت ان انا حامل وعملت اختبار حمل فعطلع شالبي طبعا فعطلع ما فيش حمل وبعد ما عملت الاختبار بيوم اتنين قامت نازلت دور لا هي بعد اربعة ايام نازلت فانا رحت للدكتور حكيت له اللي حصل معايا وقلت له ان هي اتأخرت بس انا قلت له ان هي نازلت كده على اربعة وثلاثين يوم بالضغط قالك عادي ولا مشكلة لا طبعا قال ان هي كده يعتبر اتأخرت الحمد لله قال حقا فالداني اللي هو البرشام اللي مش فاكر اسمه بس هو بيبقى نصه ابيض والنص التاني كده ايواء برشام الخداع الشهير المخادع الاجبر عشان حضرتك تغديه فعتقوم ايلالي والدورة جات منتظمة فاللي جات منتظمة ديه لا هي دورة ولا هي منتظمة ولا دي دورتك دي اثر البرشام وقال لحضرتك خديه تلات شهور عشان حضرتك تنخدعي في التلات شهور دول وتنسي القصة وتنسي النكروح تيله وتقولي الله العلاج ده زبطها لا بس هي دكتور كمان بعد كده حصلت معايا مشكلة انا اخدت بعد ما اخدت البرشام ايواء بغض النظر حصل مشكلة او لا هذا تعليقي على هذا العلاج كمان اي بس المهم ان هي الشهر اللي بعده فجات منتظمة فعلا فيما عدع يعني ما هي ديه لا دورة ولا منتظمة ولا دورتك كمان بعد كده رحتله رحتله تاني فاخدت اللي هو في مارا اللي هو المنشط كويس وليه حضرتك خدت منشط اذا كان انت طبيعية ما عندك ايش حاجة ما عرفش هو الدكتور التاني منشط عشان جوزه بيسافر يعني المنشط 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 حضرتك انتي امل بتاخده عشان عمر جوزك مش موجود بالزمة ده كلام عقلي اقبله امل بتاخد علاج عشان جوزها ما بيوجدش يعني امل تاخد علاج عشان جوزها بيسافر امل تاخد علاج عشان دورتها منتظمة بالساعة امل بتاخد علاج عشان تبوضها هايل وبتاخد اغلى نوع من اقراص تمشيط التبويد والنوع المشهور عنه انه بيتاخد لمريضات تكييس المبايد لان هذا الرجل عرف تماما ان حضرتك مريضة تكييس مبايد فتعامل على هذا لكنه لم ينطق بهذا كالعادة لكن انا سألت وعنده مشكلة اللي ما فيش اي مشكلة اللي ما عندهاش مشكلة مش هنكتب لها علاج واللي ما عندهاش مشكلة الدورة مش هتتأخر كمام المهم يا دكتور بعد ما اخدت في مارة برضو ما نزلتش الشهر اللي بعد ده لان حضرتك ما عندكيش مشكلة بما انك ما عندكيش مشكلة الدورة ما بتنزلش ولما باخد تنشيط للطبويد الدورة ما بتنزلش وباخد تنشيط للطبويد لان انا ما عنديش مشكلة هو الدكتور بيقول لحضرتك اللي انت عايزة تسمعيه هو بيقرف عينك انك عايزة ده هو كل الستات في مصر بتروح للدكتور عشان تحصل منه على كلمة انت ما عندكيش حاجة فببساطة ارضاءا للزبون انت ما عندكيش حاجة لكن كلمة انت ما عندكيش حاجة مش هتخلي يحصل حمل لان في مشكلة واضحة وبالتالي سيكتب علاج وبالتالي لو حضرتك ما عندكيش حاجة لما كتب علاج وبالمناسبة كل ما قوله واحدة كانت قولي ده مش علاج ده منشطات اسمها علاج والمنشطات بتعطى للطبويدها ضعيف واللي طبويدها ضعيف يبقى عندها مشكلة واذا كان حد قال انت ما عندكيش حاجة وبيكتب علاج يبقى هو عنده سوق تقدير ازاي واحدة ما عندهاش حاجة وبيكتب لها علاج او عنده سوق كلام واخفاء للحقيقة لان هي عندها مشكلة وحضرتك عندك مشكلة واضحة وهو مؤترف بهذا وبيحاول يكتب لها علاج والعلاج غير مجدل ان ما فيش تحديد لحجم المشكلة تمام يا دكتور خلينا بس اكمل لك المشكلة اللي عندي اللي هو بعد في مارة ما نزلتش انا ورحت للدكتور تاني لا فيه كيس على المبيض كأنه كيس مش عارفة كيس مية كيس مية طبعا على المبيض لان مريضات تكييس المبايض اللي محدش عمل لهم تحليل ومحدش عمل ضبط لوزنهم اللي زاد ادى لاختلال الدورة والهرموناتهم اللي متلخبطة قبل ما يدي تنشيط للطبويد التنشيط سيؤدي الى عدم ظهور وخروج بوايضات او ان البوايضات تكبر وما تخرجش وتعمل كيس على المبيض اللي حصل لحضرتك ده الف باء طب اسمه عندنا كده تمرين مشهور تجيلك مريضة تكييس وبايت تتزبط لهاش الهرمونات وديها تنشيط حيحصل كيس تمام يا دكتور بس انا بقى لي ثلاث شهور برضو وما نزلتش بعد المنشط وداني الدكتور اللي هي عن حقا اللي تفلون دي برضو وبعدها 18 نم رح تلو ما نزلتش فالتاني برونتو جاس بعد اسبوع برضو ما نزلتش وح تلو تاني تاني اللي تفلون تاني ولحد النهاردة ما نزلتش فانا حاليا باخد البرشام اللي هو اللي قلت عليه لحضرتك والحد الوقتي لحد الوقتي ما طلبوش ان حضرتك تتشكي بابرة وتعملي تحليل انا والله انا بنفس اللي طلبت من الدكتور ان انا اعمل تحليل هو قال لي لأ انت مش محتاجة تحليل ولسه بدري وكده قلت له لأ انا شاهد طمز يعني لسه بدري على ان حضرتك تعملي تحليل تعرفي عندك ايه الدورة ومبتجيش بقى لها 4 شهور لكن مش لسه بدري على انه يكتب لحضرتك منشط سعر الشريط منه 500 جنيه ما عارفش بقى يا دكتور لا انا مش بقولك تعرفي اكيد حضرتك ما تعرفيش بدليل انه بتعمل فيك كده انا بقول لحضرتك جوبي بالعقل والمنطق هو بعد اصرار مني حضرتك ما رضطيش على العقل والمنطق رضي علي كده بعد اذنك لا رضي علي كده بعد اذنك تفتكري بدري على انه يطلب منك تحليل لكن مش بدري على انه يتكتب لحضرتك علاج بمنشط هو الاغلى سعرا ما هو اكيد حضا مش منطقي مظبوط اللي مش منطقي ده نروح للي بتصرف تصرف منطقي ان شاء الله طب هو انا دكتور كده يعني من خلال كلام بتحليل حضرتك ايه اللي الحام لا اعرف دكتور تأخر الحمل زي لا يرى عينه اللي بتشوف بيها النضارة اللي بيلبسها هي التحليل خضرتك مظلمة الاوضة اللي عني النضارة وبتقول ليه يشايف ايه مش شايف حاجة طب يا دكتور برضو حضرتك كنت تقول لي ايه التحليل اللي ممكن انا اعملها من خلال اعرف المشكلة اللي عني التحليل يحددها من تذهب اليه في عيادته وتجلسي امامه شرط انه يكون طبيب متخصص في مجال تأخر الحمل يقول الحقيقة وكلام علمي كمان يشت اقول لحضرتك حاجة ان الدكتور الداني اللي هو البسلان بتاعه هرمون اللبن لانا اخدته مرتين بس ده من غير تحليل مش عايز اعلق لان حضرتك عرف التعليق الصحيح ايه هذا هو الحال هذا هو ما يتم مع مريضات تكايص موعد هذا هو الخداع منار لستي وحدك الفيديو القادم اذا ربنا ادانا الصحة والعمر وكنا للحلقة القادمة خلصنا الفيديو ده الفيديو موجود على الانترنت بعنوان خمس حقائق صادمة يجيب يجب انا اسف يكسر اخفاءها اطباء يحرص على اخفاءها اطباء النساء الفيديو القادم خمس حقائق عن مرض تكايص موعد يحرص الاطباء على عدم معرفتك بيها واخفاءها عنك هتشوفوا الصدام والصدمة اللي هنشوفها في الفيديو القادم بتيجوا نكمل الفيديو ده ونشوف العرض التاني لتكايص موعد بالمناسبة يا أستاذة أمل اللي متجوزة بقالك سبع شهور العرض الاول لتكايص موعد هو ايه؟ اختلال الدورة ممكن نجيب الفيديو من الاول كده ونمشي وناخد نقف عند القاطع رقم اثنين تفضلوا من الاول بعد اذنكم سمتم نمبر ون العرض الرئيسي رقم واحد اختلال الدورة اختلال الدورة اختلال الدورة اختلال الدورة أيضًا مثل ذلك بعض الأعفق بكثير منذ حول طريقة أو حصبتت في خلل حبارة أو حظهر عبارة أو طريقة الآن ولكن ها يومًا يومًا وآخرين شخص يومًا كثيرًا ها أمنا أيضًا مع قصص يومًا كثيرًا إلا يومًا لهم إنه أحدثًا اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم مصدومين هم عندهم اعراض اخرى لكن هم اهملوها والحاجة اللي بتأخذ اهتمام الناس هو تأخر الحمل ليس لانه العرض الوحيد لكنه العرض الاكثر ضغطا على السيدات للذهاب للاطباء مرض تكيس المضايد ليس مانعا منعا تاما للحمل لكنه مؤخرا للحمل بوضوح حسب درجة تكيس المضايد وهو السبب الرئيسي لزيادة حالات تأخر الحمل في العالم كله وهو العرض الاكثر شهرة والاكثر ضغطا على السيدات انها تروح وساعتها لما تروح تسمع كلمة تكيس موبايد فتجد تفسير لحاجات تانية مرت بيها من سنوات زي ما قلنا كده بالنسبة لامل وهي كانت تهمل هذه الاعراض فدى العرض رقم اتنين وهو تأخر الحمل والتكيس هو السبب الرئيسي لتأخر الحمل في العالم لما تيجي ست زي امل كده بتقولها عندي دورة من لغباطة وعندي تأخر حمل 99% اللي يعمل لاثنين دول مع بعض هو حاجة واحدة هو هذا المرض اللي محدش قالها عليه واللي المرض ده بيتشخص بتحاليل اللي محدش طلبها منها واللي بيتقالها ان التبويض الكويس ومع ذلك بيكتبوا لها علاج للتبويض وكل هذا خداع لو معناش اتصال ناخد العرض التالت اسمع يا هبة صعوبة في فقد الوزن بيكتبوا لغبات اسمع تحلق مني بيكتبوا لغبات يمكنك انتقال سيئت من دورة من المرسل مجرد من هناك شخص بحاجة من أعطأ حالة من مجرد ويوجدهم ومع حالة بإنبلي لغبات حالة حالة بها حالة وكثي من نفس بسيطة وحالة سيطرح الزرور انه وعلا حالة العرض الثالث لتكييس المبايد هو الزيادة في الوزن حتى لو كانت بسيطة وهذه الزيادة البسيطة غالبا في منطقة أسفل البطن وهذا يؤدي إلى أن أكثر من 80% من مريضات تكييس المبايد بدينات لكن النحيفات ليسوا معفيات من الإصابة بتكييس المبايد هما الاستثناء هما الحالات الأقل عددا لكنهم غالبا الحالات الأكثر قصوى والأكثر درجة والأشد دراوة في الإصابة بتكييس المبايد وحتى النحيفات يصبح عندهن امتلاء في منطقة أسفل البطن تكييس المبايد من أعراضه زيادة مضطردة في الوزن وسهولة في اكتساب الوزن وصعوبة شديدة في فقد الوزن عند محاولة فقد الوزن وعمل رجيم دي من أعراض تكييس المبايد لأن أساس تكييس المبايد هو خلل هرموني وأساس هذا الخلل الهرموني هو خلل في عملية التمثيل الغذائي وهو مقاومة للجسم لعمل هرمون الإنسولين وهما يؤدي إلى ارتفاع مستمر لهرمون الإنسولين وهذا الارتفاع المستمر لهرمون الإنسولين يؤدي إلى زيادة اكتساب الوزن بسهولة وصعوبة شديدة في فقد الوزن وهذا من الأعراض الرئيسية لمريضات تكييس المبايد فإذا كنت اكتسبتي وزن حتى لو بسيط في الفترة الأخيرة وصاحب هذا اختلال في الدورة فهذا تكييس مبايد يقينا يريد تسمعي يا أمل وتدركي معنا اتصال تليفوني آخر ونستكمل بعده العرض رقم 4 تفضل ألو؟ أيوة يا فندم اتفضلي بصحة فلام عليكم ازاك يا دكتور؟ وعليكم السلام وبركاته ازاك حضرتك اتفضلي أنا اسمي دنيا أنا عندي 26 سنة متجوزة بقى لي سنة واربع شهور كويس خلص هاي أنا الدورة أول ما جات لي جات لي وانا عمري 11 سنة أيوة طبعا وبعدين فضلت بس دورتي كانت بتيجي يعني ما كانتش بتيجي كل شهر منتظمة كانت يعني تيجي كل 40 يوم كنتيجي كل 60 يوم وهل اهتمتي حضرتك او والدتك او عائلتك بالبحث عن سبب لهذا؟ لا ما هو حضرتك انا جايلك في الكلام تعالي فجات بعد كده وكانت بتنزل تقيلة جدا جدا يعني كانت بتبقى رغيبة أيوة كان بيبقى فيها نزيف شديد دنيا بالمناسبة بس حضرتك تعليمك ايه خريجة كلية ايه؟ أنا خريجة لغة عربية تمام برافو علي وعليكي لان انا ادركت على طول ان حضرتك تعليم عالي لان مستواكي في الكلام وفي تقديم حكايتك وقصتك مستوى مدرك ان انا بيفهمني واحدة واحدة وخطوة خطوة بس حضرتك مرتبكة شوية اول مرة تواجهي كده جمهور فنفسك مطلاحق فاهدي عشان نقدر نفهم القصة سوا بعد ما كانت الدورة بقت شديدة ايه اللي حصل؟ لما وصل عمري لعشرين سنة جات الدورة وفضلت ثلاث سنين وهي يعني تيجي وبعد كده اسبوع بعد ما كانت بتغيب جامل جامل بقت تيجي اسبوع وتقطع اسبوع يعني الفترة المضيطة ايوا الفاصل بينهم بقى ديء وبقت تقعد فترات طويلة حتى لو الفترات الطويلة دي نقطة بقعة نقطة بقعة بس مش عايزة تفصل ايوا مش عايزة تفصل كانت بين الدورة تبقى ما كنتش بعرف اساسا الدورة بتاعتي ولا كنت بتيجي بمغة زي ما بتيجي او حاجة زكي بص حاجة كده بقت مش مفهومة يعني ايوا فزهابتي بقى لفحص طبي ولا؟ رحت انا رحت لكاترة كتير يعني ما حدش جاب معايا نتيجة خالص قالولك انت طبيعية ومعندكش حاجة؟ قول لي انت معندكش حاجة ده انت تقول لي ده انت عندك خصوبة عالية لأ افندم ده تكيس مبايد من درجة عالية ده تكيس مبايد من درجة شديدة ده تكيس مبايد من درجة شديدة قدت الى زيادة سمك بطانة الرحم وهما يسمى عند الاطباء اللي بيعرفوا لحمية في بطانة الرحم فبدل ما تدورة تتأخر وتيجي كميتها قليلة في مريضات تكيس هتتأخر وتيجي كتيرة وبحر ثم تتطور الى انها تيجي كتيرة وتفضل اسبوع عشر تيام اسبوعين نقطة بقعة بقعة نقطة مش عايزة تفصل خالص واطهر تلات اربع خمس تيام ثم نبتدي الموال مرة اخرى وصاحب ده زيادة في تساقط شعر راسي كتير بس انا ما كنتش مهتمة ما كنتش باخد بالي وهم محدش وعاني انا عندي شعري من قدام شعري من قدام بقى خفيف جدا ايوا فندم من هنا حضرتك صوري صورتك كده من ثلاث سنين ثم الايام دي هتلاقي قرطك زادت صنطي ونص اتنين صنطي لنتيجة لانحصار شعرك الى جانب انحصاره من المنطقتين دول لان ده الانحصار لنتيجة لخلل في الهرمونات الذكورية خاصتك وعارف فيه ايه وممكن احكي لك الباقي طبام الى جانب العصبية والنرفزة وتغير شخصيتك اللي الناس كلها لحظتها في الفترة الاخيرة واكتئابك الشديد كل شوية تعياطي والناس مش فاهمين انت مالك اللي غيرك كملي بقول لك حضرتك انا بحكيه وانا ما شفتكيش ويا دوب سمعتك لمد دي ايه ونص فاللي انت بتروح لهم ويقول لك انت طبيعية ومعنديكيش حاجة وخصوبتك عالية خصوبتك عالية خصوبتك عالية بعد كده حضرتك رفت الدكتور ايوه قال لي انت عندك تكايز مبايد وتبني سيدوفاج الحمد لله اول جمل اول كلمة طب في اللي انت حكيتين وبعد كده تبني سيدوفاج وتبني حبوب لمنع الحامل اسمها ياسمين قال لي دي عشان تنظم لك الدورة الشهرية مظبوط لان الدرجات الشديدة من تكايز المبايد خلينا بس زي ما انتقدنا لما نقول الدرجات الشديدة من تكايز المبايد رسمان الحامل بتثبت ده وبتنحف البطانة في الناس الانسات اللي مش عارفين نعملهم كحت البطانة الرحم هتقوم بدور في هذا الموضوع بس اذا صاحب ده تغير في النظام الغذائي والعادات الغذائية ووزنك حيبقى مفيد جدا اذا ما عملتيش دول مع العلاج العلاج حيبقى فترة ومؤقت تأثيره في الحقيقة بعد كده انا دورتي انتظمت جدا يعني بقيت تجي كل شهر بالضبط مظبوطة حتى يعني انا اخذت خبوب منع الحملة دي شهر واحد بعد كده بقيت تجي باليوم انا كنت احسب لها تيجي على طوب بعدها تجوزت بعدها بثلاث شهور بعد ما تجوزت بشهر ونص كده اتجات لي التهابات جامدة بعد الجواز فجيت رحت للدكتور اللي وانا كنت ماشية معادة فاول ما كشف علي قال لي قال لي عندك لحمية في الرحل تمام يا فاندل احنا ده عارفينه من وانتي انسة احنا ده عارفينه من وانتي انسة عندك لحمية احنا قولنا ده اللحمية دي محدش عارفها وانا انسة اذا كنت انا هو ما شفت كيش وبقول مش انا مش خمس دقايق قلت ان فيه لحمية طيب كملي ايو حضرتك قول فجيت بعد كده بعد كده جيت بقى عملت منزار عملت اللحمية وعملت اشاعة سبغة بعدها اداني منشطات ثلاث شهور بس عشان نوضح للناس حضرتك عملتي منزار رحمي لازالة اللحمية منزار رحمي عملت ازالة اللحمية وعملت توسيع لتجويف الرحم ده ما لوش قيمة المهم وجيت بعد كده فاضلت يعني جيت رحت له بعدها بشهر بعد العملية دي بشهر فعمل لي فجيه اداني منشطات بقى اداني منشطات اربع شهور واربعات وكانت الاستجابة بس ما حصلش حاملة جيت بعدها انا قعدت في البيت لما رفت له تاني طلب مني تحليل هرمونات وطلب تحليل لجوز اخيرا يعني حضرتك قعدتي سنة وعملتي منزار رحمي وخدتي منشطات اربع شهور وزوجك محدش طلب منه تحليل لا اما هو بعد كده بعد دكتور طلب منه تحليل ايوة يعني معلش خلال سنة جواز بتاخدي منشطات اربع مرات انا عملت العملية بعد شهرين جواز ايوة بعد سنة من الجواز ما كانش حد طلب تحليل للزوج بعد ست شهور جواز طلب منه هو تحليل لزوج طيب اي ست تاخد اي علاج لتأخر حمل دون عمل تحليل للزوج هذا ليس طبا ايوة فزوجي طلب منه لما طلب منه التحليل طلعت عنده عدد الحيوانات المنويات 42 مليون وطلعت بس الحركة عنده 40% مش سيء قوي يعني المهمة فالمهم بعد كده بقى الدكتور طلب مني تحليل هيرمونات اخيرا اقول لحضرتك على المعدلات بتحليل هيرمونات لا ما تقولي ليش قوليلي انا عارف ان تحليل هيرمونات لازم تشير ان حضرك عندك تكايص مبايد من درجة جديدة قوليلي بقى هو قال لحضرتك ايه بعد تحليل هيرمونات طلع عندي هيرمون برولكتين عالي هيرمون اللبن عالي يعني هو دي المشكلة ما عرفش بقى وطب انا دلوقتي عايز افهم المشكلة انا باخد منشطاته ما بيحفنش حامل وباخد انا ماشي على استيد وفاش دلوقتي بقى لي سنتين فاندم حضرتك المفروض نمشي عليه العمر فما تعتبريش انك مشيتي عليه سنتين ان ده تفضلا من حضرتك او ان ده زيادة يعني ايو ماشي ما انا فاهم اهو فاهمني كده ان انا هفضل ماشي عليه على طول طيب وزن حضرتك اخباره ايه انا وزني انا طولي 155 هل انا سألت عن طول حضرتك؟ هل انا سألت عن طول حضرتك؟ هل انا سألت عن طول حضرتك؟ وزني انا وزني 70 كيلو يعني بين 70 وال75 كده يعني في الحدود دي والدكتور قال لحضرتك تزيدي توصلي الـ 80 ولا تحفزي على 75؟ قال لي تمارين لبطنك قال لي تمارين لبطنك طب ايه رأي حضرتك بقى انك اذا رحت عملتي شفط للدهون من بطنك ونزلتي بطنك اللي عالية دي ده هيفرق ايه في علاج حضرتك؟ صفر ايه تمام؟ فقد الوزن هو اساس العلاج يعني انا المفروض ان انا خير اه وزا ما خستيش مافيش ايه تمام نمرة اتنين بما انك بقى طرحتي الموضوع هرمون الـ LH بتاع حضرتك كان كام؟ او هرمون مخزون المبيض الـ AMH كان كام؟ الـ AMH 76 من مية ممتاز كما توقعت تماما والدكتور قال لحضرتك ايه على تحليل المخزون ده اللي هو ستة ده قال لي فيه تكايسة بس يعني ستة ده يشير ان دي تكايس مبايد لكن اثنين ونص مايقولش ان ده تكايس وتلاتة مايقولش ان ده تكايس وستة ده مايقولش ان ده تكايس من درجة شديدة صعب انها تستجيب للعلاج عشان كده العلاجات الدوائية والمنشطات نادرا ما ستنجح في احداث حمل هذا مايقوله كتاب كلية الطب وما نقوم بتدريسه للطلبة في كلية الطب يعني انا ممكن مايحصلش حمل طبيعي؟ الارقام بتقول كده والشغلانة بتاعتها دي شغلانة ارقام خلي بالحضرتك انا ما شفتكيش فاو انت بتحكي قلتلك ده تكايس مبايد من درجة شديدة انا ما شفتكيش فاو انت بتحكي قلت ان دي لحمية وكل حاجة قلتها حضرتك عرفوها بعد سنين وحضرتك اما قلتلي قلت عملت منظار فقلتلك استني انت عملت منظار رحمي لان طبعا كان لازم حد يطرح على حضرتك ان المنظار الرحمي ده ظريف وهايل وحتمي لازالة اللحمية بس يفترض ان حد يقول لحضرتك جايز نفكر نعمل منظار بطن معال ان درجة تكايس اللي عندك قد لا تسمح بحدوث حملة لمنظار فلين دخل حضرتك العمليات مرتين محاولة لكن فرص حدوث الحمل يا رب يحصل لكن فرص حدوث الحمل بالارقام اللي حضرتك بتقوليها دي قليلة بالعلاجات فقط وخاصة اذا كان اول واهم علاج ما تعملش اللي هو ايه اللي هو حنشوفه في الفيديو اذا كملنا الفيديو اللي هو فقد الوزن وتغيير نظام الحياة اذا ما كانش معنا اتصال تليفوني نذهب سريعا الى العرض الرابع من اعراض تكايس المويد سيمتوم نمبر فور خلي بالك المكان اللي هي بتشاور عليه اللي حضرتك قلتي ان شاعر الراس بيقع منه عرض الرابع العرض الرابع هنلاقيها طبيعية هو فيه اختلال في الاعراض الزكورية نتيجة لزيادة استجابة الجسم للمستوى الطبيعي من الهرمونات الزكورية نتيجة لخلل في هرمون الـ LH نتيجة لخلل في الانسولين لكن ما علينا زيادة في الاعراض الزكورية اللي تشمل ان شعر الراس يبقى ارفع يبقى انحف شفتي هي بتشاور على المنطقة اللي حضرتك قلتي ان شعر راسك بيقع منها تمام وتساقط شعر الراس ثم بعد كده ظهور البشرة الدهنية ثم حب الشباب والحبوب التي تظهر على الوجه والخدين والكتفين واعلى الظهر ثم زيادة في حدوث شعر في الجسم مش لازم كل الاعراض يتبقى موجودة جايز كلها جايز بعضها جايز واحد منها كل هذه الاعراض هي اعراض شهيرة لزيادة تأثيرات الهرمونات الزكورية في مريضات تكييس المبايد وكلما زادت درجة تكييس المبايد كلما كانت الدرجة من هذه الاعراض اكثر شدة ليس بالضرورة ان تكون كل الاعراض موجودة عشان لما نيجي نقول له واحدة عندك اعراض ذكورية لازم ما عنديش شعر في جسمي ده العادي والطبيعي طبعا كلمة السيدات المصريات لكن ليس بالضرورة ان تكون كل هذه الاعراض موجودة بعض الستات هتبقى مقفلة الاعراض كلها وبعضها هتبقى عندها وعرض واحد منها لكن هذا العرض رقم اربعة اللي له علاقة بتكييس المبايد ناخد العرض رقم خمسة والجزء الباقي من الفيديو مفاجأ العرض رقم خمسة ده نعلي الصوت now women's PCOS have a higher rate and a higher risk for miscarriage because PCOS does not just impact your endocrine system it also impacts your immune system and your clotting system and i could do an entire video just about this one subject alone hit me down in the comments if you would like me to talk more about this but this is really important because women who are treated with medications to spot treat their symptoms insulin resistance treated with metformin and all these things all these medications that come together they can get pregnant but they're experiencing miscarriages like frequently lots and lots of miscarriages they're able to get pregnant with all these medications but they're unable to carry the pregnancy to term so this is why your diet and your lifestyle factors become incredibly important because again we can only override the body so much العرض رقم 4 أن مريضات تكاييس المبايد يعانين معاناة شديدة ولسنوات وبيصرفوا فلوس كتيرة وهرمونات وعلاجات ومنشطات ب500 جنيه وشريط وتال أنت ما عندكيش حاجة وكل ده عشان يحصل حمل وحتى إذا حدث حمل على فترات فاحتمالية الإجهاض احتمالية مرتفعة جدا لأن اختلال الهرمونات في تكاييس المبايد يؤدي إلى سوق جودة البوايدات سوق جودة البوايدات يعني في شهور حاخد تنشيط ما حصلش تنشيط يبقى ما حصلش طبويد في شهور حتطلع بوايدة وما تخرجش فتعمل كيس يبقى ما حصلش في شهور البوايدة حتخرج بس البوايدة دي نوعيتها سيئة فرص حدوث الحملة منها قليلة في شهور البوايدة دي حتتخصب فيحصل حمله وفرص إجهاضه عالية نتيجة لسوق جودة ونوعية البوايدات يعني الستات دول حيقاسوا ويعانوا في دورة متلخبطة في شكلهم وبشرتهم وشعرهم ومن يوم ما اتجوزت قدام جوزي شكلي وجسمي في شعره وبشرتي وعلى آخره وبروح لدكاترة وبصرف علاجات وعشان ويتابع طبويد وما يحصلش طبويد أو إذا حصل طبويد ما يحصلش حمل وإذا حصل حمل في احتمالية علي الإجهاض طب إيه علاج الكلام ده عشان نشوف الست اللي اتصلت دي وبتقول ما أنا باخد المنشطات واللحمية إيه العلاج إيه العلاج إيه العلاج إيه العلاج هل هي الأدوية هل هي المنشطات هل هي العلاجات طب إيه نمرة واحد في علاج تكايوس المبايد نرجع سريعا للفيديو ونشوف بيقول إيه نمرة واحد نمرة واحد نرجع أهم حاجة لازم تعرفيها عن تكايوس المبايد الغذاء ونظام الحياة وحنكبر الصورة diet and lifestyle it's the main issue بغض النظر عن أي علاج بتغذية دون تغيير نظام الحياة ونظام الغذاء والوزن النتيجة صف نظام الحياة and looking at your lifestyle and tweaking things or moving things adding things in whatever it is you need to do to help your body decrease the inflammation decrease your insulin resistance and really give your body the chance to balance and create optimal health and fertility override the body so much okay نمبر ون نمبر ون في علاج تكايوس المبايد الخطوة رقم واحد في علاج تكايوس المبايد ما قالتش اعملي تمرين لبطنك ها ما قالتش وزنك كده حلو الله ده فيه أدخل منك وبيحمله ما قالتش الكلام ده هم قالت نمبر ون الخطوة رقم واحد مهما خدتي علاجات مهما خدتي تحليلات مهما خدتي هرمونات مهما خدتي منشطات مهما أي حاجة آت الخطوة رقم واحد دون فقد الوزن كل هذا نتيجته صفر كبير الخطوة رقم واحد هو الغذاء نوعية أكلك وكميته وتوقيته ونظامه وتغيير نظام الحياة ما قالتش اعملي تمرين لبطنك تمام فقد الوزن وتغيير نظام الغذائي ونظام الحياة هو الخطوة رقم واحد في السيطرة على تكايوس المبايد إذا لم توجد هذه الخطوة فهي عمارة بلا أساس كله سينهار مش المشكلة في هرمون اللبن اللي طلع عالي تحليل المخزون 6 و 6 ويتقال لها المشكلة في هرمون اللبن عندها تكايوس المبايد من درجة شديدة ولحمية شديدة ويتقال لها المشكلة في هرمون اللبن تقول لها اعبلي تمرين لبطنك كل ده غير مجدي العمارة بلا أساس ستقع وتنهار وأساس علاج تكايوس المبايد هو رقم واحد دايت اند لايف ستايل تشينج استغيير نظام الحياة والنظام الغذائي كانت هذه هي الحقائق عن المعلومات الصادقة والحقيقية عن أعراض تكايوس المبايد والمفاجأة في الحلقة القادمة الخمس أشياء التي يحرص الأطباء على إخفائها وخداع السيدات المصابات بتكايوس المبايد سنكشف كل الأسرار عشان خطرك يا منار في الحلقة القادمة ولكم ولكل المتكيسات كل التحية وكل الإخلاص في كل كلمة بتتقال هنا كل سيدات الوطن العربي للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة والمعلومة العلمية الصادقة الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 كل عام وأنتم بخير وتمر معكم الأيام ويستمر معكم بإذن الله تعالى وبفضل دعمكم بشرة خير بتحلف بمحتاج من النال رعاية الصبر متعبوهته وبتحلب الحمل دي نعمة وآيات